وضمن التطورات الميدانية للأزمة الروسية الأوكرانية قالت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أسقطت 31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بيغورود وبريانيسك وكورسك المحاذية للحدود ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع يضرار وقال حاكم منطقة بريانيسك الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدة قورة في المنطقة الواقعة جنوب روسيا وضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين لكنها ألحقت أضرارا بعدد من المنازل